بسم الله الرحمن الرحيم احبابي طلاب الصف الثالث الثانوي معنا الجزء التاني من مفاهيم اللغة الفرنسية بتكلم فيها هنا عن اللغة والجرامير القواعد طبعا اول جزئية عندي لزر تيكلي الى ادوات طبعا احنا شرحنا في فيديو قبل كده المحددات للي حابب يرجع له وتكلمنا فيها عن الادوات جميع الادوات لهم لزر تيكلي ديفيني وان ديفيني وي باقتة في ادوات التجزئة وشرحنا برضو لزر تيكلي كونتاقتي وفي برضو عليها حلنا عليها اكسر تيز تمارين نشرحها تاني عالساني ادوات المعرفة اللي هي من اللو واللا واللي تلات ادوات فقط يبقى ادوات المعرفة في اللغة الفرنسية ثلاثة ادوات لو واللا واللي تمام اللو للمفرد مذاكة زي لوليفغ لوردوناتير الكمبيوتر لاجم استيكا لروج اللي هي الساعة ساعة الحالي اللي طبعا للجم تحول اللو واللا الى ل عند اللي عند الجم طبعا احنا بنجمع اي كلمة بضافة حرف الاس طب اي حكاية اللي الا وصرف قالك اللي الا وصرف تحلم حل اللو واللا امام الكلمة البدع بحرف ايه حرف متحرك زي هنا كده نروح بعد كده لذا اختيك الان ديفيني ادوات المعرفة ثلاثة ادوات برضو زي ان و ان و دي ان تصبق الاسم مفرد مذكر زي ان كايير كراسة و ان جرسون ولد طبعا ادوات معرفة يعني من غير الالف واللام كراس على طول هنا مجول الكتاب هنا بالالف واللام ان ان لسان درس ان في بنت هنا للمؤنس دي طبعا لمن للجم باضافة اللي هو باضافة حرف الاس بعد كده لذا اختيك الان ادوات المعرفة المضغمة الادوات المضغمة ايه هي الادوات المضغمة هي عبارة عن ادوات المعرفة اللو او اللا او اللا او اللا دخل على حرف الجر مين ا دخل على حرف الجر ا او يخش على حرف الجر د ا بمعنى الى او في وض كبير tenrbou بمعنى من او كبير معنى عن تمام يبقى حرف الجر ا اللي هو الى او في زايد مين زايد الالف واللا اللي هي اللو اغلى ما بيخش على اداة المعرفة اللو بينضغم يديني او جو في او كلي اذهب الى والنادي الى النادي الاتنين في بعض او تمام اغلى ما بيخش على اللي بينضغم يديني او للجامل او افك اكس ليه الجامل الفا وبرامد هو يذهب الى الاهرامات الى الاهرامات بالجامل تمام لما بيخش بقى على الا زايد الا بصرق يديني اا الا بصرق الفا اا لكل تذهب الى المدرسة وديت للبدأ بمتحرك سواء كانت مذكر او كانت مؤنس والا للمؤنس فقط الله بصين اذهب ولي ايه البصين قلنا بتخش على ادوات المعرفة تخش على حرف الجردو تبب بمعنى من او عن الدو لما تخش على اللي اللو بتنضغم تديني دي الدو لما بتخش على اللي بتنضغم تديني دي تبب جو فيان ديك لي اتيت انا اتي من النادي من النادي من النادي الفيان دي برام هو يأتي من الأهرامات من زيارة الأهرامات يعني دو الأبصرف للبدء بمتحرك والدو لا طبعا عارفين اللي مين للمؤنس آتي من البسين ثم ننتقل بعد كده إلى الصفات السجيكتيف دي منصغتي في صفات إشارة طبعا وصفات ملكية وبالصفات لها نوعين صفات إشارة وصفات ملكية صفات الإشارة اللي مين سو للمفرد المذكر أم حي مفرد مذكر هي بتنتبه متحرك هي بعد هي مفرد مذكر بادي بساك ست دي مفرد مذكر بادي بمين متحرك سو بانطالون وست اينفورم أو ست اوم أو ست انوراق ست دي مين كونسون أو فويل عادي ما بهماش حاجة ديت بيجي بعدها ساكن ست جيب أو ست اكل هذه المدرسة طبعا وعند الجمع تب مين تب سي تحول إلى سي للجمع لما يجي بعدها اسمي جامل نروح بعد كده لزاستجيكتيب بوسي سي في صفات الملكية شرحنا صفات الملكية وصفات الإشارة وحلنا برضو علوم تمارين في فيديو لوحده اللي حابب يرجع له صفات الإشارة يتم صفات اختيار صفات الإشارة بناء على مين؟ على الفاعل أو الضمين لو عند الضمير جو يبقى أضع مون للمفرد المذكر زي مون ساك مون أمي أضع ماء للمفرد المؤنس في مينان مؤنس زي ماء رجل مون أمي صديقة بيجي بعدها متحرك تحول الماء إلى مون لو كلمة بدأت بمتحرف متحرك طبعا عندك جامعة بليغي الجامع تبقى كان جامعة مذكر أو جامعة مؤنس الجامع بنائم نحطره مي يبقى مي رجل مي ظمي طيب مع الفاعل تي حط طن لمفرد مذكر أو طا لمفرد المؤنس تحول الطا إلى طن لو بدأت بحرف متحرك المؤنس وعندك جامعة تبقى تي نخلي بالي إن مون والماء والمي دي بتسوي حرف اليا عشان نحيانا بنعتمد على الترجمة لا بنعتمدش على الفاعل لو ملناش الفاعل هنعتمد على مين الترجمة يبقى لو ترجمت بحرف اليا هتحط يامون ياما يامي طيب لو ترجمت بحرف الكاف هتحط يام يطا يتي طيب إلو إل ديت وان أو اسم مفرد أو اسم مؤنس هتحط يسون يسا يسي للجامع ودي بيستوي حرف الها في اللغة العربية عندنا اعتماد على الترجمة طيب مع النو نحن حط نطغ برضو نو نطر مفرد مذكر أو مفرد مؤنس ونو للجامع ودي بيستوي في الترجمة نا تمام؟ أقول مثلا نطر رجل يبقى مصطرتنا نظمي أصدقاؤنا مع الفو يبقى فطغ فطغ فو فطر المفرد مذكر أو مفرد مؤنس والفو للجامع طيب دي بيستوي في اللغة العربية بيستوي كم فو بغونت يبقى والديكم فو شغ إخواتكم إيه الأفكاس والإيه الأفكاس لغ ولغ للمفرد برضو مذكر أو مؤنس ولير أفكاس للجامع طيب دي بيستوي إيه بقى في اللغة العربية بتستوي هم أو هن للإناث يبقى لير كوبان أصدقائهم لير كوبين أصدقائهن تمام؟ يبقى بتحول إيه؟ الماء إلى من والطا بتحول إلى تن والصا بتحول إلى سن أمام الكلمة البادية بحرف متحرك تقنيس الاسم والصفة والتقنيس بصفة عامة يؤنس الاسم أو الصفة بإضافة حرف الإيه؟ الآو زي كلمة أن أمي بفغ طبق أنست الأداة أن تبقين وأمي ضفت لها حرف الأو وبفغ برضو ضفت لها حرف الأو طب صديق صرصار صديقة صرصارة طيب لو عند التعنيس في كلمات بها بتمشي معي مذكر وبتمشي معي مؤنس زي كلمة أن إليف تميد يبقى إن إليف تميد في إسم تمام ينتابي حرف الأو بيمشي معي مذكر ويمشي معي مؤنس وفي صفة برضو بتنتابي حرف الأو بتمشي معي مفرد مذكر ومفرد مؤنس ديت إيه؟ قلناها في الصفات وقلنا لكم الكلمات اللي بتنتابي حرف الأو بتمشي معي مذكر وبتمشي معي مؤنس نرجع لها تانية الإسم أو الصفة لو انتهب بي الأس هتعمل في إيه؟ حضف لها سو اللي بتعتدد ليه؟ الفعل الضوء ضمرين تمام؟ زي جرو جروس طب أنجرسون تحول إلى إن في تمام؟ تمام طب لو الاسم انتهى بالإكس طبعا تحول الإكس إلى اس أو سو زي سغيو سغيوز تمام؟ طب لو انتهت الاسم أو الصفة بالأو أر تحول الأو أر إلى إي إغ أو تمام؟ زي بلونجير طب لو انتهت بالأو إي إغ تحول إلى أوز زي فوندر فوندوز أكتر أكترس معادة مين؟ معادة أكتر طبعا قلنا اللي تنتابيه كتير تحول إلى أكترس طب اللي تنتابيه الأو أرد أو الأو أرد ديت نحو نضيف لها النوب بتاعت اللي إنه نضعه في لين ونحط أو طب الصفة لما تنتاب بي الس حرف س نحط لها أش أو زي كلمة بلونج طبعا بلونج نتحدث على الجم عشان نجمع أي اسم أو صفة بنضيف له حرف الأس طب لو أنتابي الأس أو الأكس بيبقى كما هو زي كلمة غو تنتابي الأس بيبقى كما هي لو أنتاب بالأكس زي كلمة غو بيت تنتابي برضو تبقى كما هي عند الجم تمام؟ تمام لو أنتابي الاسم بالأل أو الصفة بالأل تحول إلى أو زي آنيمال طبعا آنيمو جنيال جنيو لو الاسم أو الصفة انتهى بالمقطع أو اللي هو بتاع ماء مية يعني بتكرها من كده زي بيغو أو بو جميل بنضيف له حرف الأكس معادة كلمة بلو تنجمع بإضافة حرف الأس أزرق تمام؟ يبقى أي كلمة تنتابي بالمقطع أو نضيف لها أكس معادة كلمة بلو خلي بالي تنتابي الأس ثم أعمل لي بعد كده ملخص عشان نجمع أي كلمة منضيف له حرف الأس طب لو هي انتهت بالأس أو الأكس أس أو الأكس بطبعا بطبقى كما هي منضيف لاش حاجة لو انتهت بالأل اللي تحول إلى أو لو عندك جمع أو دي بتنجمع بإضافة الأكس نكتفي بعض القدر وإن شاء الله نكمل في الفيديو القادم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر